تعيش عائلة فاطمة معاناة مؤلمة منذ أشهر طويلة بعد تعرض ابنيها البالغ من العمر 11 عاماً لاعتداء جنسي على يد أحد أقاربه وجاره تسبب له ولأفراد عائلته بصدمة بالغة دفعتهم إلى نقل مكان سكنهم ومحهم كائن لبدوب ومرينو على حاجات جنسية بشعة جداً حكاية لي بالحرف وعلى عكس كثيرين غيرها أبلغت العائلة الشرطة التي اعتقلت الشابين وهما في العشرينات من العمر قبل الإفراج عن أحدهما وسرعان ما اصطدمت العائلة بنظرة المجتمع الرافض للحديث عن موضوع محظور هذه المرأة التي رفضت الكشف عن هويتها تقول إن ابنها تعرض بدوره لاعتداء جنسي في طريق عودته من المدرسة أخر البس كثير لس فترة هذين يجي أو يسأل ضلوا ساكت فيه في مارك طريق واحد يعني في الشارع قالوا تعال أخذهم ما تضيع منطق يعني مزويف مكان هيك ما فيش فيه مكان فيش فيه منائب الأدمين يعني فيش فيه ناس وعمل معا تحرش ينسي وبحسب دراسة صديرة عن المركز الفلسطيني لحل النزاعات تم إحصاء أكثر من 693 حالة عنف تعرض لها أطفال في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة خلال سنتين 670 حالة وصلت إلى المركز خلال سنتين فقط 22 حالة طلبت مننا تدخل القانوني لحماية أبنائهم وعدد كبير من 22 حالة التي طلبت هذا التدخل القانوني تراجعت في اللحظات الأخيرة ولم يتدخل المركز سوى في 6 أو 7 قضايا قانونية في المحاكم طوال السنتين الماضيتين وينص القانون في حال التحرش على عقوبة تتراوح بين 6 أشهر وسنة لكن يمكن الحكم على منفذ اغتصاب طفل تحت الرابعة عشرة إذا تمت الإدانة بالإعدام